مرحبا بكم مجددا إلى درس جديد من دروس دورة تعليم اللغة الإنجليزية للمبتدئين من موقع الإنجليزية لكل العرب englishforarabs.com درسنا لهذا اليوم هو الضمائر في اللغة الإنجليزية وتسمى كلمة الضمائر pronouns أي بمعنى مقطعين pronouns 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 والضمائر هي كلمات قصيرة تعوض عن الأسماء أي بمعنى يمكن استخدامها بدلا عن الأسماء وتنقسم الضمائر إلى الضمائر الشخصية ضمائر الملكية الضمائر الانعكاسية ضمائر الإشارة ضمائر الاستفهام وضمائر الوصل في هذا الدرس سوف نتعلم الضمائر الشخصية وفي الدروس القادمة سوف نتناول بالتفصيل كل أنواع الضمائر الأخرى الضمائر الشخصية تتكون من جزئين ضمائر الفاعل وضمائر المفعول به إذن الضمائر الشخصية تتكون من ضمائر الفاعل وضمائر المفعول به ضمائر الفاعل وتسمى subjective pronouns ضمائر الفاعل وتسمى subjective pronouns وهذا النوع من الضمائر يستخدم للتعبير عن المتكلم المخاطب أو الغاب إذن هذا النوع من الضمائر يستخدم للتعبير عن المتكلم بمعنى أنا المخاطب بمعنى أنت أو الغاب بمعنى هو أو هي ويستعمل كفاعل في بداية الجملة قبل الفعل ولذلك سميت ضمائر الفاعل والضمائر هي كالتالي بمعنى أنا بمعنى أنا بمعنى أنت بمعنى هو بمعنى هو بمعنى هي بمعنى هو أو هي ولكن لغير العاقل بمعنى نحن they بمعنى هم وسوف أشرح بالتفصيل استخداماتهم مع الأمثلة i ضمير يستخدم للتعبير عن المتكلم بمعنى أنا في حالة المفرد ولكل الجنسين بمعنى الفتاة تقول أنا والولد يقول أنا أي بمعنى يتم استخدام الضمير i من كلا الجنسين مثلا i have a book i have a book طبعا عندي ملاحظة ياريت أن تحفظوها في اللغة الإنجليزية يجب أن تبدأ الجملة بحرف كبير ويجب أن تنتهي بنقطة هذه الملاحظة قد تكون خارج نطاق موضوعنا لهذا اليوم ولكن أود أن أكررها مرارا وتكرارا لأنها جدا مهمة الجملة الإنجليزية تبدأ بحرف كبير وتنتهي بنقطة وهذا أسلوب من أساليب الكتابة الصحيحة نرجع إلى موضوعنا i have a book i وممير بمعنى أنا فممكن الرجل يقول i have a book بمعنى أنا عندي كتاب والمرأة كذلك تقول i have a book أنا عندي كتاب وكما تلاحظون في الترجمة عندي كتاب وهنا للتوضيح قلت أنا عندي كتاب إذن أنا يعادله الضمير i إذن هسا عرفنا شنو معنى الضمير i ضمير i هو ضمير يستخدم للتعبير عن المتكلم بمعنى أنا فعندما تريد أن تتكلم عن نفسك سوف تقول أنا بمعنى i have a book ننتقل إلى الضمير الثاني وهو you you والضمير you معناه أنت أو أنتي أنتما أنتم أنتن يجب أن تعرف أنه لا يوجد تمييز بين المذكر والمؤنث أي بمعنى لا يوجد فرق بين المذكر والمؤنث في اللغة الإنجليزية في اللغة العربية نقول أنتي أو للولد نقول أنت لكن في اللغة الإنجليزية نستخدم الضمير you لكلت جنسين وقلنا يستخدم للتعبير عن الشخص المخاطب المفرد والجمع لكلت جنسين أي بمعنى تقول للشخص تقول له أنت وللفتاة تقول لها أنت وللمجموعة تقول أنتم ولشخصين تقول أنتما ولمجموعة النساء تقول أنتن إذن you ضمير بمعنى أنت مثلا you speak English well بمعنى أنت تتكلم اللغة الإنجليزية بصورة جيدة إذن لاحظ الضمير you أي بمعنى أنت تتكلم اللغة الإنجليزية بصورة جيدة وصلنا إلى الضمير he الضمير he معناه هو أي بمعنى تتكلم عن شخص غائب ومذكر إذن يستخدم للتعبير عن الشخص الغائب المفرد المذكر لاحظ الشخص الغائب المفرد المذكر بمعنى he has a book إذن انظر نحن نتكلم عن شخص غير موجود هو عنده كتاب نقول عنده كتاب أو نقول هو عنده كتاب إذن هذا الشخص أولا هو مفرد وثانيا هو غائب ليس موجود الآن وثالثا هو مذكر إذن يستخدم الضمير he للشخص الغائب المفرد المذكر وصلنا إلى ضمير she والضمير she معناه هي ويستخدم للتعبير عن الشخص الغائب المفرد المؤنث إذن الشخص الغائب المفرد المؤنث إذن she يستخدم للشخص الغائب المفرد المؤنث مثل she has a book أي بمعنى عندها كتاب من هي هي عندها كتاب she has a book إذن لاحظ she جاء في بداية الجملة وصلنا إلى الضمير it ضمير معناه هو أو هي ولكن لغير الحاقل كالجماد والحيوان إذن it ضمير معناه هو ويستخدم لغير الحاقل الجماد والحيوان ويستخدم للتعبير عن المفرد الغائب إذن it يستخدم للتعبير عن المفرد الغائب ولكن الغير عاقل ومثال على ذلك it is running بمعنى it is running إنها تمطر إذن لاحظ إنها لا نعرف ما هو المقصد بإنها قد يكون حيوان وقد يكون جماد أو أي شيء آخر ولكن هنا استخدمنا الضمير it لأننا لا نوحي أو لا نشير أبدا إلى شخص عاقل إذن بما أننا نشير إلى شخص غير عاقل قد يكون جماد أو قد يكون حيوان إذن استعملنا الضمير it ولهذا السبب قلنا it is running بمعنى أنها تمطر وصلنا إلى الضمير we وهو ضمير بمعنى نحن يستخدم للتعبير عن المتكلم بصيغة الجمع عندما نتكلم عن أنفسنا ولكن بصيغة الجمع نقول نحن we have three books أي بمعنى عندنا ثلاثة كتب من نحن نحن عندنا ثلاثة كتب إذن الضمير we هو ضمير فاعل بمعنى نحن إذن معناه نحن ويستخدم للتعبير عن المتكلم بصيغة الجمع والمثال تشاهدونه we have three books أي بمعنى نحن عندنا ثلاثة كتب they وصلنا أخيرا إلى الضمير they ضمير معناه هما هم هن ويستخدم للتعبير عن الغائبين بحالة الجمع للمذكر والمؤنث إذن they ضمير معناه هما هم هن ويستخدم للتعبير عن الغائبين بحالة الجمع للمذكر والمؤنث بمعنى إنه ضمير جمع أي هو حالة الجمع من الضمائر التالية he she it إذن هو صيغة الجمع لهذه الضمائر he she it والمثال هو they have three books لاحظ they have three books بمعنى هم عندهم ثلاثة كتب لاحظ they بمعنى هم عندهم ثلاثة كتب إلى هنا وصلنا إلى نهاية ضمائر الفاعل ترجمة نانسي قنقر